موسيقى خلال هذا الأسبوع أيضا أعلن جهاز الأمن الأوكراني أن 111 مواطنا أوكرانيا يقعون رهائنا في قبضة الانفصاليين شرق البلاد تسعة منهم في روسيا بينما يبقى 500 شخص مفقودا ووفقا لرئيس جهاز الأمن فاسيلي غريتساك فإنه جنبا إلى جنب مع المتطوعين تمكن جهاز الأمن من إطلاق صراح أكثر من 3000 رهين وأكد غريتساك أن الكثير من الرهائن تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة ليس فقط من قبل المرتزقة ولكن حتى من قبل الضباط الروس وأضاف رئيس جهاز الأمن الأوكراني أنه يتم جمع المعلومات حول هذا الأمر حيث يوجد لدى مصالحه أكثر من 100 دليل يرى أنها تساعد المحاكمة الدولية في التوصل إلى حكم إدانا بحق المتورطين لقد جمعنا لحد الآن أدلة من 124 شخصا من الذين وافقوا على الإدلاء بشهاداتهم كل شهر سوف نقوم بجمع شهادات من أولئك الذين عذبوا شهادات أولئك الذين رأوا هناك أشياء فضيعة والتي ينبغي أن يحاكم من خلالها أولئك المذنبون من بين 3082 أكرانيان الذين كانوا رهائن لدى الإرهابيين في الأراضي المحتلة من دنيتسك ولوهانسك ليس فقط من القوات المسلحة أو المتطوعين ولكن أيضا هناك صحفيون ومتطوعون ورجال دين ومواطنون عاديين من منطقة الدنباس جميعهم أصبحوا لبعض الوقت عبيدا لأولئك الذين احتجزوهم شكرا